السلام عليكم أعزائي التلاميذ كيف حالكم معكم الأستاذ أميمة صحيبي في مادة الرياضيات اليوم سوف أقوم بتذكير بسيط لدرس مساحة المستطيل والمربع والمثلت المساحة كتعريف هي تلك المنطقة الموجودة داخل الشكل المساحة هي تلك المنطقة الموجودة داخل الشكل لنتعرف على مساحة المربع كما تعرفون أن للمربع أربعة زوايا قائمة وأربعة رؤوس وأربعة أضلاع متقايسة مساحة المربع هي الجزء الملون أي داخل المربع مساحة المربع هي الظلع في الظلع نأخذ مثال إذا كان ظلع مربع ستة سنتيمتر فمساحة هذا المربع هي ستة ضرب ستة تساوي ستة وتلاتون سنتيمتر مربع لأننا نقيس المساحة بوحدات الطول المربعة الآن ننتقل لمساحة المستطيل مساحة المستطيل هي داخل الشكل نعم أو المنطقة الملونة كما تعلمون أن المستطيل طولان وعرضان أي كل دلعان في المستطيل متقابلان متقايسا نعم مساحة المستطيل هي الطول في العرض أوعيد مساحة المستطيل هي الطول في العرض نأخذ كمثال هذا المستطيل طوله أربعة سنتيمتر وعرضه اثنان سنتيمتر مساحة هذا المستطيل هي أربعة ضرب اثنان تساوي تمانية سنتيمتر مربع لأننا نقيس المساحة بوحدات الطول المربعة الآن ننتقل لحساب مساحة المثلت للمثلت ثلاث أضلع وتلاث رؤوس نعم وللمثلت قاعدة وارتفاع أي مساحة المثلت هي القاعدة في الارتفاع الكل قسم اثنان مساحة المثلت هي القاعدة في الارتفاع الكل قسم اثنان نأخذ كمثال هذا المثلت ارتفاعه خمسة سنتيمتر وقاعدته سبعة سنتيمتر أي المساحة هي خمسة في سبعة قسم اثنان تساوي سبعة عشر فاصلة خمسة سنتيمتر مربع نعم مساحة المثلت هي القاعدة في الارتفاع قسم اثنان أتمنى يا أعزائي تلاميذ أن تكونوا قد استفدتم من هذا التذكير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر